البرنامج اللي أنا بتكلم عليه النهاردة اسمه برنامج إيراسموس بلس اللي هي الكلمة اللي موجودة فوق ديت إيراسموس بلس ما هيش أبريفياشن دي كلمة إيراسموس ده كان عالم كان فيلسوف وعالم ومشاعر هولندي أعتقد أنه كان عايش في أوروبا في قرن الـ 14 وقرن الـ 15 وكان من أوائل الناس اللي نادت بالتعليم للطلبة وكان من أوائل الناس اللي نادت أنه لما الناس تيتعلم تروح تتنقل من حتة الحتة يعني ما يتعلموش جوا بلدهم يروحوا يدوروا على حتة تاني مدينة تانية بقى كلية تانية جامعة تانية بلد تانية خالص كان هو بينادي بالموضوع ده فالحقيقة الكلمة إيراسموس متبنة من الاتحاد الأوروبي بقالها يمكن 20-25 سنة وبقت براند دلوقتي عند الاتحاد الأوروبي أي أستاذة أو أي طالب جوة الجامعات الأوروبية تقوله كلمة إيراسموس إيراسموس بروجرام أو برنامج إيراسموس الناس كلها عارفة لإيه البرنامج دو المبنج دو بتاع موبيليتي والبرنامج دو بنخلي الناس تروح من مكان لمكان وإيه فأنا النهاردة هتكلم على البرنامج دو اللي هو النهاردة بقى بيشمل حاجات أكتر شوية من مجرد الموبيليتي هيا البرنامج بيخدم زي ما قال إسم قدام حضراتك الإدوكيشن والترينيج واليوث والسبورت كل دول محطوطين تحت البرنامج دو البرنامج ابتدى 2014 ويخلص 2020 وإحنا كان لنا سابقة في مصر في التعامل مع برامج مشابهة ليه من سنة 2003 اللي هو برنامج التمبس يمكن حضراتك بسمعته عن برنامج التمبس وفي 2008 أو 2007 بتديننا حاجة اسمها إيراسموس موندوس كان فيه ناس كده بتسافر وتروح وتيجي وإحنا مش عارفين دول بيعملوا إيه بس هم كانوا تابعة البرنامج فهنا هتكلم على الكلام دو ليه الاتحاد الروبي بيعمل الكلام دوت هل الموضوع له علاقة مثلا بالفيلانتروبي اللي احنا بنعمل حاجة نعمل شاريتي مثلا هل الموضوع له علاقة بأنه الاتحاد الروبي عنده فلوس كتيرة فبيديها للستيزنز بتوع أو يديها للناس اللي براه الاتحاد الروبي عشان يستنفعوا بيها لا الحقيقة الموضوع مالوش علاقة بكده الموضوع له علاقة بالتطور العملية التعليمية زي ما احنا عندنا في مصر في عندنا مشاكل في التعليم والتعليم العالي دول الاتحاد الأوروبي كلها عندها تقريبة نفس المشاكل احنا ماش ايونيك كيس ولا لاتحاد الاروبي ايونيك كيس دايماً مشاكل التعليم العالي هتلا艺 모جوته في كل دول العالم تعليباً عندنا مشكلة ان النهاردة احنا الجراديوطس بتاعنا او اكبر مشكلة بتواجهنا دلوقتي ان الجراديوطس بتاعنا لما بيتخرجوا ما بيكونوش مهيئين قوي لسوق العمل في حاجات سوء العمل اتطور فيها وبقى بيعرف يعملها بسرعة قوي وإحنا للأسف في الجماعات ما بنعملش الكلام ده أنا مش بقول الكلام ده عطاش هنقول جامعة عين شامس هنقول كلام ده جلوبالي بكلم الأوروبيين حتى بيقولوا نفس الكلام ده الأمريكان بيقولوا نفس الكلام ده اليابانين كل الناس الموجودة في العالم بتقول نفس الكلام تقريبا طبعا على على سكيلز مختلفة إن احنا عندنا النهاردة سوء عمل بينمو سوء العمل ده له متطلبات له حاجات والخدريج بتاعي للأسف لما بيخرج ساعات ما بيلاقيش إنه هو قادر إنه هو يفهمه إيه اللي بيحصل ده النهاردة لو احنا متكلم في كولية صيدلة أو في كولية طب الخدريج بتاعي عشان يروح يشتغل في السوق محتاج مجموعة من المهارات مجموعة المهارات دي لو هي مش موجودة عنده لو أنا ما ده بيستهلوش هنع عندي ايه مشكلة دي واحدة من المشاكل الحاجة التانية هي الإيكينومي كرايس إنه الناس النهاردة برضو في سوق العمل عشان عشان عندنا مشاكل مالية فابتدينا نطلب من الموظفين بتاعنا إنهم يعملوا 3-4 شغلانات يبقى الراجل أنا جايبه عشان يشتغل مثلا في جوب إكس وهطلب منه كمان إنه هو يعمل جوب واي ليه عشان أنا بحاول أنا إيه أوفر شوية في الشغل بتاعي فده أدى إلى إنه إحنا محتاجين إن الطلبة بتاعتنا لما تتخرج من الجامعات بتاعتنا تكون مور كمباتتف عن مكانة زماني أنا النهاردة الطلبة بتوعي اللي بيتخرجوا من كلية الهندسة أنا بعتقد إنهم بيعرفوا حاجات أكتر بكتير قوي اللي أنا كنت تعرفها لما تخرجت سنة التساين حاجات كتير قوي بيعملوها ليه؟ عشان هما عايزين يبقوا كمباتتف أكتر عشان عايزين يتعلموا حاجات أكتر عشان عايزين يعرفوا إن هما إيه يشتغلوا أكتر الحاجة التالتة طبعاً والحاجة الكبيرة أكتر من المشاكل هي هي مش مشكلة هي يمكن ميزة هي التكنولوجيا بتاعت المعلومات والاتصالات النهاردة كل الطلبة أنا على أيامي ويمكن على أيام كتير من حضراتكم الكمبيوتر دوتكت حاجة غريبة يعني ليه نستعمل الكمبيوتر نستعمل الكمبيوتر في إيه؟ أنا أدرس النهاردة في عندس القاهرة مادة اسمها Computer Application in Mining Industry وأول محاضرة بأخشها للولاد في المادة دي بالذات بقولوا من المادة دي ملاش لازمة ما فيش حاجة اسمها Computer Application in Mining و Computer Application in Pharmacy ولا Computer Application in Medicine ده الكمبيوتر بقى جزء من الشغل بتاعنا يعني It's nonsense أن أنا أدرس أن أنا أعمل حاجة دي فدي بقت حاجة جديدة يعني مش عايز أقول الدخيل بس حاجة دخلت علينا في العشر خمساشة سنة اللي فاته وبقت جزء من النسيج بتاعنا فإحنا مطالبين برضو إن احنا نشوف التكنولوجيا دي تأثيرها علينا إزاي وتأثيرها على العملية التعليمية إزاي وتأثيرها على الشغل بتاعنا إزاي كل دوت يؤدي إلى أنه عندنا مشاكل في التعليم العلي لهو لحنا قدرين أن التعليم بتاعنا يكون موافق لسوء العمل قوي الطلبة بتاعنا بيتخرجوا ما هماش مهيئين قوي إن هم يشتغلوا ويقصوا مجموعة من السكيلز وأكتر من كده ساعات كتيرة جدا من الطلبة بيخرجوا عندهم حاجات نظرية كويسة بس ما عندهمش الجزء السكيلز العلمية أنا هنقل شوية على الإيراسموس بلس بعدين هارجع تاني أربط نربط إيه لاتنين ببعض كمان شوية على اليمين هنا أنا عندي هنا جزئين كده في الشاشة وفيه سهل ما بينهم على الشمال في عندي تلات تلات أشكال تلات دي موجود فيها أسامي الأسامي دي هي عبارة عن كل برامج اللي كانت اللي كانت اللي كانت بتدعم العملية التعليم العاجئ دي برامج كانت موجودة من سنين مختلفة في منها كانت موجودة من سنة 2003 في ناس موجودة كانت موجودة من سنة حي CEO وعلى 94 في حاجات كانت موجودة جديدة برامج جديدة وبرامج قديمة كل الكلام دو كان موجود جوار الأتحال regime و هنلاقي من ضمنها هاو عندنا الكنتس هنا او ويراسموس كوندوس موجود هنا و حاجات تانية كتيرة مش مهم ان احنا نعرف دي كانت ايه لان كل البرامج اللي على الشمال دي دي كلها برامج انتهت خلاص خلصت ما بقاش في البرامج دي تاني النهاردة الاتحاد الروبي بينتقل من هذه البرامج الى مجموعة اخرى من التولز او بلاش نقول مجموعة اخرى هو تول واحد هو اسمه برنامج اليراسموس بلس اللي هو هيبع على الناحية اليمين واليراسموس بلس متقسم لتلات كتل او تلاتة مين بيلرز بنسميهم كي اكشنز بالنسبة لنا كي اكشن وان كي اكشن تو كي اكشن ثري اللي هم كي اي وان كي اي تو كي اي ثري عندي كي اكشن وان اول واحد فوق خالص learning mobility for individuals ده برنامج الاتحاد الاروبي بيموله من غاية سنة 2020 الهدف منو هو ان احنا ندي منح للناس اللي عايزة تتعلم عشان تروح تنتقل من مكان لمكان عشان تتعلم حاجة وانا هنا اصريتنا اقول لالناس اللي عايزة تتعلم عشان محصورهاش في الطلبة ومحصورهاش في عضاية تدريس ومحصورهاش في الاندر جراديوت او البوسجراديوت انا هنا بيتكلم على الناس اللي عايزة تتعلم عشان كده دايز نقول كلمة learning mobility for individuals ما قولناش هنا فور ستودنت وما قولناش فور ستاف البرنامج ده فيرشولي اي حد انترست في التعليم او انترست في التعليم العالي يقدر ان هو يستفيد منه طالب لسه ما اتخرجش من الجامعة يقدر يروح يقضي جزء من التعليم بتاعه في جامعة اخرى في مدينة اخرى في مكان اخر يروح يقضي تلات تشهر ست تشهر وكيف ولما يرجع عندنا هنا في مصر نعزبه بقى ويقول له انت هتسقط وهايتشطب والكلام ده بس دي مشاكلنا الداخلية خلال ما نطلعش مشاكلنا الداخلية دي الوقت بس دي الكونسبت انا طالب اندر جراديوت هسفره يقضي سيمستر او اتنين وبعدين يرجع تاني يكمل العملية التعليمية بتاعته طالب ماجستير هسفره يروح يقضي لمدة سنة او يقضي لمدة ستة شهر يجمع مادة علمية او يدرس حاجة او ياخد حبة كورسات وبعدين ايه يرجع واحد بتاع الدكتوراه هسفر يقضي لمدة سنة وبعدين يرجع تاني برضو ايه يكمل الشغل بتاعه استاذ او دكتور خلص الشغل بتاعه وخلص الدكتوراه بتاعته يروح يعمل بوست دوك يروح يدرب حد او يدرب على موضوع معين وبعدين ايه يرجع تاني سينيور بروفسور عايز يروح من مكان لمكان اخر يتعلم حاجة معينة او يقضي يقضي فترة معينة بعدين ايه يرجع تاني جوال ايه جوال كلية بتاعته دي كلها كلمة learning mobility for individuals زي ما اقول تاني هي individuals عشان ما نحصرهاش لا في طلبة ولا في ايه ولا في خريجي ودي بتبقى schemes وتولز الناس بتقدم عليها تقريبا individually بمعنى ان انا ياسر هقدم هخش على ويب سايت معين هلاقي حاجة هقدم عليها والحاجة دي انا هتسابق فيها مع الناس اللي حواليها ولو انا احسن منهم هفوز بيها لو انا مش هحسن منهم يبقى حد تاني هياخدها وبعدين انا المرة الجاية ان شاء الله هتسابق ايه تاني فانا هانا هانا بتكلم على ال individual concept تحت ال individual والشخص ما هو اللي عايز يتحرك من مكان للمكان الكي اكشن تول اللي هو اللي في النص اللي هو التاني السكيم التاني cooperation for innovation and exchange of good practices ودي مشروعات موجهة للمؤسسات مش للأفراد بمعنى ان انا هوجه المشروعات ديت لجامعة عين شمس لجامعة قاهرة لجامعة اي حاجة اي جامعة جامعة برلين جامعة اخن جامعة باريس جامعة روما جامعة هتشتغل مع جامعة مش شخص هيروح يقدم على حاجة ان هنا بتكلم على المؤسسة ككل هتشتغل مع المؤسسة التانية ودي هي المشروعات اللي هي زي مشروعات التنبس اللي كانت موجودة زمان مشروعات التنبس اللي هي كانت موجودة زمان واللي هي لسه لغاية دولتي فيه البقايا بتاعتها جوة الجامعات بتاعتنا وانتوا جامعة عين شمس هي من الجامعات الرائدة في البرنامج دوت كانت كلها بتبقى مشروعات ما بين الجامعات وبين بعضها جامعة عين شمس مع جامعة القاهرة مع جامعة مش عارف ايه تعاونوا مع جامعة